رحلة من المعاناة لا تبدو لها نهاية قريبة فمنذ أن فر هؤلاء بأنفسهم وأطفالهم من جحيم الحرب ظلوا في مواجهة نزوح قسري لا تتوفر فيه أدنى مستويات الخدمة الملائمة لحقوق الإنسان وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين منذ إعلان حكومة بغداد النصر على تنظيم الدولة إلا أن كثيرا من النازحين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقرير حديث لها تؤكد أن أكثر من مليون وستمائة ألف شخص لا يزالون مشردين في العراق أكثرهم يعيشون داخل مخيمات للنزوح في ظل غياب المساعدات الحكومية أو الدولية لا سيما بعد إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية بطبيعة الحال فإن النازحين يتوقون للعودة إلى بيوتهم غير أن هناك كثير من الموانع والعراقيل التي كشفت منظمة الهجرة الدولية مؤخرا عن جانب منها فثمت مضايقات وأعمال عنف يتعرض لها سكان المناطق المستعادة بذريعة الارتباط بتنظيم الدولة كما أن أكثر الأحياء السكنية في تلك المناطق ما تزال تعيش خرابا ولم تمتد إليها يد إعادة الإعمار بعد فضلا عن وجود أحياء أخرى تفتقر إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وشبكات للصرف الصحي كل ذلك دفع العائدين إلى النزوح مرة أخرى ومنع الراغبين في العودة من محاولة تنفيذ رغبتهم خوفا من استهدافهم بعمليات انتقامية تنطلق من اتهامات باطلة بالارتباط بتنظيم الدولة ولعل ذلك ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إلى انتقاد سماح السلطات الحكومية في العراق للميليشيات وقوات الأمن والهيئات الحكومية بإنزال عقاب جماعي بالأسر التي يزعم أن أقاربها على صلة بالتنظيم الأمر الذي جعل تلك العائلات عالقة في جحيم يمنعها من العودة ويوجبرهم على تحمل ظروف قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالهم وتهدد السلم المجتمعي في العراق ترجمة نانسي قنقر